اشتركوا في القناة والأهداف المشتركة في دعم وترسيخ كافة الحقوق لجميع فئات المجتمع خلال سنوات طويلة مضت شهدت مملكة البحرين ما شهدته من تقدم وتطور بارز في مجال حقوق الإنسان بشكل عام وحقوق الأطفال بشكل خاص بفضل رؤية وتوجيهات حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه والمتابعة الحثيثة من صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله وما تطلع به جميع الوزارات والجهات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني من دور كبير لتحقيق أعلى مستويات الحماية للأطفال البحرين دائما كانت سباقة واليوم وجود هذا المفوض الخاص بالطفل غير موجود في كل دول العالم العربي بل في أفريقيا أيضا فاليوم البحرين تدشن هذا المنصب وإن شاء الله هذا اليوم المؤتمر أيضا أو الجلسة الافتتاحية سوف يكون لنا نقاش مع الجمعيات المجتمع المدني القانون الدولي لحقوق الإنسان أكد على تمتع الأطفال بحقوقهم وحرياتهم الأساسية والكرامة والمساواة وهو ما أكدت عليه اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل المنضمة لها مملكة البحرين وهو ما جاء من أجله إنشاء منصب مفوض حقوق الإنسان في المؤسسة الذي يطلع بالاهتمام بالقضايا التي تواجه الأطفال والعمل على حماية وتعزيز مصالح الطفل الفضلة ودعم السياسات والتشريعات المعنية بحماية حقوق الطفل في مملكة البحرين طبعا كلنا نعلم أن مملكة البحرين أبرمت الكثير من الصقوق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان ومنها الطفل ولكن اليوم نأتي لنقوم بضمن الآليات التي قامت بها الدولة نأتي لنشئ هذا المنصب حتى يكون هذا المنصب سفيرا للطفل فيما يتعلق بحماية وحماية المصالح التي تتعلق بها الطفل حقيقة هذا الإنجاز طبعا ليس بغريب على مملكة البحرين نحن اليوم نحتفل بتدشين منصب مفوض لحقوق الطفل في المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان وهي أحد الالتزامات الدولية لمملكة البحرين هذا الشيء إذا دل على شيء ما يدل على التزامنا الكبير بمملكة البحرين بتنفيذ التوصيات والقرارات الصادرة على الاتفاقيات الدولية حفل التدشين تناول أهمية الدور الكبير الذي يطلع به المفوض المعني بحقوق الطفل في التعامل مع القضايا التي تواجه الأطفال وكيفية العمل على حماية وتعزيز مصالحه الفضلة وذلك في إطار الاختصاصات والصلاحيات الممنوحة للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان واستنادا إلى المواثيق والاتفاقيات الدولية والإقليمية والقوانين والتشريعات الوطنية في مملكة البحرين تفاعل كبير أبدته مختلف الجهات المشاركة في حفل تدشين منصب مفوض حقوق الطفل في المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان عكس الاهتمام الكبير بتطوير البنية الحقوقية والقانونية لهذه الفئة المهمة في مملكة البحرين يحيى العمري لمركز الأخبار تلفزيون البحرين